ثمان اختلافات بين الناس الحقيقيين والمزيفين أن يكون لديك أشخاص ذو صفات جيدة وموهبة خارقة وقدرة على حل المشاكل هذا يعني أنهم أفضل ناس في الحياة على الإطلاق ولكن يجب أن تسأل نفسك سؤال هل أنه في الواقع هو ذلك الشخص الذي يتظاهر أنه هو أمامنا؟ يجب أن تختار الأشخاص ببراعة وتكون على ثقة كاملة بهم من السهل جدا أن يتم خداعك وتتعرض لجرح كبير لكن من الصعب للغاية أن تتعرف على الأشخاص الحقيقيين مما يجعل الأمر صعباً تعرف الحقيقية من المزيف حيث أن الألفاظ يمكن التلاعب بها حتى يتم خداعك ويصل لكل ما يرغب في الوصول له لو قاموا بخداعك بسهولة لذا نحن هنا اليوم في هذا الفيديو سنساعدك على اكتشاف الشخص الحقيقي من الشخص المزيف لذا تابعونا لتتعرفوا على بعض النصائح الهامة التي ستساعدك في الواقع في اختيار الناس أيها بنا نبدأ الفيديو أولاً الاحترام ضد التنازل الشخص الحقيقي المحترم ستجده يفعل أي شيء ليعبر عن مدى احترامه لكل شيء وكل شخص فهم يأخذون بعين الاعتبار مشاعر كل شخص كما أنهم سيبدلون قصار جهدهم ليجعلك تشعر بالثقة من نفسك أما الشخص الغير محترم ستجد أنه يتعامل بالاحترام فقط مع الأشخاص الذين يتمتعون بالسلطة لأنه يدرك أن هذا الاحترام الذي يعبر لك عنه هناك غرض كبير منه وهو أن يكون قادراً على أن يحصل على كل ما يرغب فيه من خلال سلطتك تلك لذا ستجد أنهم يعاملون ذوي السلطة بطريقة خاصة حتى يتمكنوا من الحصول على ما يرغبون فيه ببساطة وسهولة دون أن تكون مشاعر الاحترام صادقة بينهم أما الحقيقيون فتجدهم يهتمون بكل شيء حقاً كما أنهم يأخذون آراء الآخرين ويدركون أن لكل شخص رأي مهم حتى أن الشخص الصادق لو أنه يرى أن الشخص الآخر له رأي مختلف سيقوم باحترام رأيه حتى لو كان مختلفاً عنه أما المزيفين فيتنازلوا لأنهم يسعون للمصلحة من خلال إرضاء ذوي السلطة ثانياً إظهار عدم الاعتراف ضد الحاجة للاعتراف حينما ترغب في بث السعادة في قلب أي شخص كل ما على الشخص الواقعي هو أن يقوم بالاعتراف بذلك حيث أنه كل ما يرغبون فيه هو أن يجعل الشخص سعيد أما المزيفين فهم سيكونوا على العكس تماماً بل أنهم سيقومون بالتظاهر بإسعادك ويخبروا كل شخص عما قاموا بفعله لكي يجعلوا أنفسهم مهيمينين ويجعلون الكل يتحدث عنهم فمن المعروف عن المزيفين أنهم يظنون أنهم أفضل من باقي الناس ويسعون دائماً لإظهار أنفسهم أنهم جيدون عن غيرهم من باقي الناس أما الحقيقيون فيبحثون عن سعادة الآخرين قبل سعادتهم أما المزيفين فيبحثون عن أنفسهم في البداية ثالثاً الإخفاء ضد الإيضاح قضاء بعض الوقت بمفردك ربما يجعلك تشعر بتحسن في عقلك والأشخاص الحقيقيون يفهمون ويدركون ذلك هذا يجعلهم يشعرون بالتعب لو جلسوا بمفردهم ولو كان هذا مطلوباً للشعور بالراحة كما أنهم يدركون أن البعض يمر بتلك اللحظات ومن الجيد أن يمكذ بمفرده لبعض الوقت أما الأشخاص المزيفون مختلفون تماماً عما تظن فهم في الحقيقة سيقومون بعمل أي شيء حتى يظلوا في المنطقة المضيئة التي تجعلهم يظهرون أمام الجميع هذا لأنهم يظنون أنهم أهم شيء في العالم كله حيث أن الأشخاص المزيفون يسعون دوماً للفت الانتباه والأنظار لهم طوال الوقت حتى أنهم أحياناً سيكذبون لكي يجعلون أنفسهم أفضل من الآخرين في بعض المواقف حيث أن الأضواء لو سارت وأنارت على شخص آخر سيقوم هذا الشخص المزيف ببذل قصار جهده لكي يسلط عليه الضوء من جديد التواضع يعتبر من صفة الأشخاص الحقيقيين لأنهم مهما حققوا من إنجاز لا يجعلهم يتفاخرون ويصابون بالغرور كما أنهم يفضلون أن لا يتحدثوا عن إنجازاتهم كما أنهم يفضلون سماع الكثير عن إنجازات باقي الناس ونظراً لأن الأشخاص المزيفون يهتمون بلفت انتباه الكثير من الناس هذا يعني أنهم سيتحدثون كثيراً عن إنجازاتهم كما أنهم كثيراً ما سيخبرون كنفس القصة أكثر من مرة فهم سيسعون ليكونوا أهم من في الجماعة كل مرة حيث أن هدفهم أن يكون اهتمام الكل وربما يكذبون للحصول على ذلك الاهتمام حيث أنهم كثيراً ما يقوموا باختلاق القصص لم تحدث من قبل حتى يتحدثوا مع الكل عن إنجازاتهم الغير الواقعية أما الأشخاص الواقعيون فهم أكثر استقراراً وتواضعاً ولو تمكنوا من تحقيق هدف في حياتهم فلن يظلوا يروجون عنه وهذه من أهم صفاتهم خامساً أمامك ومعك ضد خلفك وفي غيابك لو أنك تتعامل مع شخص حقيقي ويرى شيئاً ما بك سيخبرك به في وجهك ولن يتحدث عنك في غيابك وهذا يدل على احترامه لك حتى لو أخبرك بهذا الشيء في وجودك وهذا يعني أنه يتمنى أن هذه المناقشة قد تحل أي مشكلة يتعرضون لها أما المزيفين فهذا يعني أنهم جبناء لو كانوا سيتحدثون مع بعضهم البعض فهم سيبتسمون لو رأوك ومن ثم يقولون عنك أشياء غير جيدة لو تركتهم وذهبت فمن المعروف عن المزيفين أنهم يتحدثون في ظهر وفي غياب أي شخص ولكن أمامه يتظاهرون بأنهم يعشقونه لا يجب عليك أبداً أن تثق في هؤلاء الأشخاص كما أنه من المعروف عن هؤلاء الأشخاص أنهم سينشرون الشائعات عنك للوصول لهدفهم أما الأشخاص الواقعيين سيقولون كل ما يرغبون به في الواقع وأمامك دون أي مشاكل الحقيقيين سيتعاملون بطريقة صادقة أمامك على عكس المزيفين سادساً السير ضد التحدث الشخص الواقعي سيبذل قصار جهده حتى لا يقطع وعده معك ولو لم يتمكن من ذلك لن يتركك ويتخلى عنك وسيكون هذا نادراً ولسبب ما صعباً للغاية أما الشخص المزيف فستجد أنه يعيدك بأشياء غير واقعية وهذا سيعرضك لمشاكل كثيرة في حياتك وهذا يعتبر من أخطار الأشياء في حياتك أما الشخص المزيف ستجد أنه يعتذر كثيراً وسيقول لك أشياء عديدة حتى يقنعك أنه لم يكن قادراً على أن يقوم بهذا الشيء نتيجة للصعوبة التي تعرض لها في حياته حتى أنه أحياناً تدرك أن هذا الشخص المزيف سيكون قادراً على استخدام نفس الأعذار التي يقولها كل مرة أما الحقيقيون ستجد أنهم يتحملون المسؤولية وسيكونون مسؤولين عن كل تصرفاتهم كما أنهم قادرين على التصرف بطريقة واقعية وصحيحة مما يعني أن الشخص الواقعي سيبذل قصار جهده لتنفيذ هذا الوعد والتمسك به لذا لا يجب عليك أبداً أن تثق في الشخص المزيف حتى لا تواجه مشاكل كثيرة منه ولو طلبت من المزيف أي معروف أن يقوم به سيخبرك أنه سيقوم به لكن في الواقع لن يفعل هذا الشيء حيث أنه لن يقوم بعمل هذا الشيء إلا لو كان هناك نفع له من القيام بهذا المعروف من المعروف عن الأشخاص الحقيقيين أنهم يهتمون دوماً بمعرفة وتعلم دروس أخرى من السابقين كما أنهم يقدرون هذه الخبرات ويحبون الكثير من الناس حيث أنهم يدركون أنهم غير مبدعين وغير كاملين وسيشكرون كل شخص على تعلم شيء جديد منه أما المزيفين سيحاولون القيام بأي شيء حتى يتم انتقادهم والظهور بأنهم مميزين عن غيرهم حيث أنهم سيتمون بعيوب الآخرين وينتقدونها حيث أن التصريح بعيوب الآخرين هو ما يجعلهم يحققون ذاتهم وهدفهم حينما يقوم شخص واقعي وحقيقي بمساعدتك هذا يحدث نتيجة لأنه يرغب في مساعدتك وهذا يحدث وهم لا يحتاجون أي مقابل أو أي شيء فهدفهم هو أن تشعر أنك بأمان وسعيد فقط أما المزيفين يتعاملون معك بهدف أن تساعدهم بمقابل أن يساعدوك حيث أن كل أعمالهم معك تتم بمقابل ولو شعروا أن هذا الشيء الذي ستفعله لن يعود عليهم بمقابل فلن يمكنهم هذا من مساعدتك أما الحقيقي سيساعدك دون أن يعرف المقابل من هذا وبما أن الأشخاص الحقيقيين لديهم قلب جميل فستجد أن الكل يحبهم أما المزيفين سيجعلونك تقوم بأي شيء لهم من أجل أن يشعروا بالراحة هناك الكثير من الناس في العالم ومن المعروف أن المزيفين يتصفون بالكذب والأنانية والبحث عن منفعتهم فقط أما الحقيقيون يهتمون بك قدر اهتمامهم بأنفسهم ويتضح ذلك من خلال التعامل مع كل الأشخاص في العالم الذين عيشوا فيه هل هناك أي صفة تعرفها عن هذان النوعان ولم نخبرك بها في هذا الفيديو أخبرني بها في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد لدينا نراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة